تجاوزا للتحديات التي تواجه الحالة الأمنية في محافظة أبيان تسعى شرطة الدوريات وأمن الطرق إلى تفعيل حضورها العسكري في إطار تثبيت الاستقرار في أعقاب مراحل عصيبة شهدتها المحافظة وسادت فيها الكثير من الاختلالات الأمنية شرطة الدوريات وأمن الطرق هي أهم جهاز أمني داخل المحافظة الذي قدمتها قامت بانتشار أمني في العاصمة زينجبار وضواحها مما تم تأمين بعض المنشآت الحكومية والحيوية في العاصمة زينجبار في محافظة أبيان الوجود العسكري في المواقع والحواجز الأمنية لهؤلاء الجنود من أفراد الشرطة والأمن على مداخل المحافظة ومخارجها يأتي كضمان لحفظ هيبة الدولة وتأكيد على حضورها خصوصا في محافظة كأبيان التي لا تزال تواجه الكثير من المشاكل الأمنية في ظل وجود عناصر مسلحة لم تتخلص منها أبيان بشكل كلي ندعي أبناء محافظة أبيان الأبطال والشرفة وكل غيادات محافظة أبيان العسكرية والأمنية بالتماسك والتلاحم فيما بينهم ويتركوا المحكات وإي خلافات كانت شخصية لأجل محافظة أبيان لأجل أمن واستغرار المحافظة تمثل المؤسسة العسكرية أهم الركائز المتينة لوجود الدولة وحضورها والحفاظ على الدرجة النسبية للأمن ومواصلة العمل على إرسائه من خلال تفعيل دور كافة الإجهزة الأمنية لكن وسط ذلك يواجه أفراد الأمن والدوريات مشاكل متعددة أبرزها هجمات العناصر الإرهابية التي تستهدفهم من وقت إلى آخر بعد أن اتخذت الجماعات المتشددة من أطراف المحافظة مواقع لها على مدى السنوات الماضية لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان شكرا